بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد مرحبا بكم طلابي الأعزاء طلاب الصف الخامس بمدارس العبير في وحدة جديدة من وحدات مادة الفقه والسلوك وهي الوحدة السابعة والتي سنتناول فيها بإذن الله تعالى سجود السهوي وسنتناول فيها درسين الدرس الأول نتحدث فيه عن سجود السهوي وحكمه ثم نأتي في الدرس الثاني بإذن الله ونتكلم عن أسباب سجود السهوي ونتكلم عن حالتين أو ثلاث حالات من حالات سجود السهوي ثم ننتقل بعد ذلك إلى الأسباب التي تقلل من وقوع السهوي في الصلاة نبدأ بإذن الله تعالى في الدرس الأول من دروس الوحدة السابعة ونتعرف على سجود السهو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين نعرف جميعا أن صلاة العصر كم ركع يا شباب أربع ركعات فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيتا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأريد منكم أن تتأملوا معي أدب الصحابة في حديثهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو أن الصلاة قد قصرت الصلاة الرباعية قد قصرت لكان أخبرهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن من أدب الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ذو اليدين وكأنه يريد أن يستفسر من رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحيى هذا الصحابي أن يقول له نسيت يا رسول الله فقال له أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيتا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله يعني الرسول لم يتذكر صلى الله عليه وسلم هل صلى ركعتين أم لا ولذلك رد عليه صلى الله عليه وسلم بقوله لم تقصر الصلاة ولم أنسى فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله يعني حدث بعض أو أحد هذين الأمرين فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليديني يعني هل هو صدق في هذا الكلام الذي يقوله أنني قد صليت ركعتيني فقالوا نعم يا رسول الله وهذا أيضا نتعرف أو نتعلم من هذا الأمر شيئا هاما أن الإنسان يجب عليه أن يشهد بالحق دائما ولا يخشى ولا يستحي في الحق فقالوا نعم يا رسول الله فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة يعني قام وأكمل وجاء بركعتيني ثم سجد سجدتيني وهو جالس بعد التسليم من هذا الموقف الذي حدث نريد أن نتعرف ما الذي حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم ما الأمر الذي حدث من الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف نجد أن الذي حدث هو مجرد سهو من النبي صلى الله عليه وسلم فقد سهى صلى الله عليه وسلم وصلى العصر ركعتين بدلا من أن يصليه أربع نريد أن نتعرف أيضا بعد ذلك ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تأكد أنه سهى في الصلاة وجاء بالصلاة الرباعية جاء بها صلاة ثنائية قام صلى الله عليه وسلم بأن أتم الصلاة وجاء بما بقي منها ثم سجد نعم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم إذا أتى صلى الله عليه وسلم أتى بسجود السهوة ننتقل بعد ذلك إلى أن نتعرف على ما معنى السهو وما تعرفه نتعرف على هذا في اللغة وفي الاصطلاح فسجود السهو أو السهو بشكل عام هو النسيان معنى كلمة السهو أي النسيان ومعنى سجود السهو سجدتان عبارة عن ماذا؟ سجدتان يسجدهما المصلي آخر صلاته إذا حصل منه أركز معي في هذه النقطة الملونة أمامك باللون الأزرق يكون سجود السهو قد يسأل بعض الطلاب هل سجود السهو في حالة النقص فقط؟ نقول له لا يكون سجود السهو إذا حصل منه أي من المصلي سهو أي سهو؟ بزيادة صلاة ثلاثية صلاة المغرب جئت بها أربع ركعات هذا اسمه سهو وهذا اسمها سهو زيادة أو نقص كما حدث في الموقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بأن جاء بالصلاة الرباعية وصلاها ثنائية أو مجرد الشك حتى ولو كان الشك حدث في نفس المصلي يجب عليه أن يأتي بسجود السهو هذا المقصود بالسهو حتى لا يأتاك سؤال وقال لك ضع علامة صح يكون سجود السهو إذا حصل من المصلي سهو بنقص في عدد ركعات الصلاة فقط فتكون الإجابة بهذا الشكل خطأ لأن السهو قد يكون بزيادة أو بنقصان أو بالشك في الصلاة ما حكم سجود السهو؟ سجود السهو واجب عند حدوث السهو بالزيادة أو النقص أو الشك في الصلاة يبا كما ترى أمامك المكتوب باللون الأحمر والذي وضعت تحته خط باللون الأزرق فإن سجود السهو واجب متى عند حدوث السهو بالزيادة أو النقص أو الشك في الصلاة؟ ننتقل إلى النشاط الأول ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت تذكروني صلى الله عليه وسلم فبالتعاون مع مجموعتك أريد منك أن تستنتج من هذا الحديث أن السهو من طبيعة البشر نستنتج من هذا الحديث أيضا شيئا آخر أركز معي يا بطل وجوب تذكير الإمام إذا سهى في الصلاة لا تتغاضى ولا تسكت عن سهو الإمام فواجبك وواجب المأموم أن يذكر الإمام بهذا السهو حتى يأتي الإمام بسجود السهوي ويتم الإمام صلاته وصلاة المأمومين كذلك أيضا نستنتج من هذا الحديث أو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن وجوب أو أن سجود السهوي واجب أحسنت إذا استنتجنا أمرين بالإضافة إلى رقم واحد عرفنا أن السهو من طبيعة البشر وعرفنا أنه يجب تذكير الإمام إلى سهى في صلاته وأن وجوب سجود السهو في الصلاة إذا حدث كما قلنا زيادة أو نقص أو شك في الصلاة ناتي إلى رقم باء يقول بالتعاون مع مجموعة أبين الواجب على المأموم إذا وقع سهو من الإمام في الصلاة ها طب هذا أمر مهم أركز معي يا بطل الإمام وقع وسهى في صلاة قلنا يجب على المأموم أن يذكر الإمام ولكن كيف يكون التذكير أن يذكر الإمام بقوله سبحان الله حتى ينتبه الإمام ويعرف أنه قد سهى في شيء فيعود إليه مرة أخرى وهذا أمر مهم وإذا قام بعض المأمومين بتذكير الإمام يكفي أن يقوم البعض فلا داعي أن يقوم الجميع بتذكير الإمام ويؤدي هذا إلى حدوث خلل في الصلاة أو حدوث ضجيج أو غير ذلك بالمسجد وهذا لا يجوز ولكن يكفي إذا قام البعض بتذكير الإمام يكفي ولا داعي لأن يقوم الجميع بهذا الأمر ننتقل إلى صفة سجود السهو من التعريف السابق الذي ذكرناه لسجود السهو وعرفنا أن السهو بشكل عام هو النسيان وعرفنا أن السهو عبارة عن سجدتين يسجدهما الإمام بعد التسليم في حالة الشك أو في حالة السهو بالزيادة أو بالنقصان أناقش مع مجموعة صفة سجود السهو وأسجل ما توصلت إليه أعطيكم دقيقة تكتب كل مجموعة ثم نقوم بتدوين ذلك على الصبور أحسنتم إجابتكم قريبة من الصواب ولكن سنجمع أو نقوم بتجميع الإجابات ونستخلص منها جميعا بأنه أن يسجد الشخص سجدتين بينهما بينهما جلوس وهذه طبعا الكيفية ويكون ذلك إما بعد السلام وإما قبله ويفعل ما يفعله في سجوده العادي من يفعل المصلي ما يفعله في سجوده العادي من تسبيح وذكر ودعاء وغير ذلك ولكن يعرف أن هذا السجود إنما هو بسبب السهو في الصلاة ننتقل إلى تدريب آخر يقول بالتعاون مع مزموعة أبين ما يقال في سجود السهو قلنا مثل مثل السجود العادي فيقول المصلي في سجود السهو سبحان ربي الأعلى نريد من كل مجموعة من المجموعات الأربع أن يقوم واحد من كل مجموعة بتطبيق سجود أو صفة سجود السهو نظريا نختار تركي من المجموعة الأولى ونختار خالد من المجموعة الثانية نساعد من المجموعة الثالثة فيصل من المجموعة الرابعة تفضلوا كل واحد يطبق سجود السهو نظريا كما تعلمه وكما ذكرناه سابقا أحسنتم ممتازين برك الله فيكم ننتقل بعد ذلك إلى تقويم الدرس التقويم السؤال الأول يقول ما معنى سجود السهو ما معنى سجود السهو يا شباب كما ذكرنا قلنا أن سجود السهو هو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر هذا أمر مهم فسجود السهو شرعا ليجبر المصلي الخلل الذي وقع في صلاته لجبر الخلل الذي وقع في الصلاة أحسنتم نضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي أولا سجود السهو حكمه واجب هذه تعلمناه في بداية الدرس ها العبارة صحة أو خطأ أحسنتم عبارة صحيحة طيب سجود السهو يكون في آخر الصلاة ها أحسنتم عبارة أيضا صحيحة وقلنا قد يكون قبل السلام أو بعد السلام يشرع سجود السهو عند تعمد ترك واجب من واجبات الصلاة عند التعمد السهو أصلا المقصود به ماذا قلنا أنه النسيان ولكن إذا تعمد المصلي ترك واجب من واجبات الصلاة هل يقول سأسجد للسهو وينتهي الأمر نقول هذه عبارة خطأ لأن السهو يكون عند النسيان بالشك أو الزيادة أو النقصان وإلى هنا طلاب الأعزاء نصل إلى نهاية درسنا نرجو أن تكونوا قد استفدتم وتعلمنا شيئا جديدا ونسأل الله أن يفقهنا في ديننا إنه على ذلك قدير ونلتقي في درس جديد بإذن الله أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته